أعلنت الهيئة العامة للبيئة استعدادها لإطلاق المشروع الوطني لترشيد استهلاك المياه والذي يشمل المرافق العامة بالوزارات والهيئات والمؤسسات للحكومية الهيئة قالت أن المشروع تضمن تركيب نقاط لترشيد استهلاك المياه وتوفير الصيانة اللازمة لها مع إجراء دراسة مقارنة بين معدل الاستهلاك المسجل بعد شهر من تركيب النقاط والمعدل في الفترة ذاتها من السنوات السابقة وأفادت الهيئة بأن الكويت تحتل المرتبة الثالثة عالميا في متوسط استهلاك الفرد من المياه بخمسمائة لتر يوميا كما تعد الرابعة عالميا من حيث الاعتماد على تحرية مياه البحر